بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين كتاب الحجة باب ما يفصل به بين المحق والمبطل حديث رقم 18 قال حدثنا عبد الله بن المفضل مولى عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب عليهما السلام قال لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ هذا الحسين بن علي والده كان يسمى بالحسن المثلث الإمام الحسن صلوات الله عليه كان عنده ابن اسمه الحسن كان يعرف بالحسن المثنى الذي شهد وقعت كربلاء وجرح فيها فتصور النوث أنه مقتول وبعد ذلك كان فيه حياة فادخلوا أقرباء وجماعة وكذا فحملوه إلى المدينة وبعد فترة من داوة وجروحة وكذا وعد الوضع هذا كان عنده ولد اسمه الحسن فصار الحسن بن الحسن بن الحسن هذا يسمى بالحسن المثلث لاحفتوا يعني الحسن الثالث حفيد الإمام الحسن المشتبى عليه الصلاة والسلام هذا كان عنده ولد بل اسمه الحسين عفوا اسمه علي الحسن المثلث عند ولد اسمه علي هذا علي عند ولد اسمه الحسين الحسين بن علي ابن الحسن المثلث الحسين ابن علي ابن الحسن المثلث اللي هذا من أحفاد الإمام الحسن المشتبى عليه الصلاة والسلام من السادة الحسنية ذوله زين هذا خرج بثورة ضد الطغاة والحكام في منطقة اشتبك معهم منطقة اسمها فاخ وكان معه سبعون من الرجالات فاشتبكت معهم الحكومة وقتلتهم شر قتله فالواقع الشبيه بواقعة كربلاء وأخذوا منهم أسرى ودوهم إلى بغداد لاحظتوا ذول المعروف الحسين بن علي في واقعة الفاخ في معركة الفاخ 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 منطقة قريبة على الجدة وعلى البحر هناك في تلك المناطق هناك وقعت الواقعة وصارت الحرب هذا الحسين ابن علي المقتول بفاخ واحتوى على المدينة دعا موسى بن جعفر عليه السلام إلى البيعة قال روح جيبوا موسى بن جعفر تعالوا جابوا فقال له الإمام صلوات الله عليه يا ابن عم لا تكلفني ما كلف ابن عمك عمك أبا عبد الله ابن عمك خرج وكلف والدي عمك عمك يعني والدي الإمام الصادق كلف والدي اعتذر منه فأسائله وغلط علي ذول السادة الحسني انحرفوا مجموعة منهم انحرفوا عن خط الإم عليه الصلاة والسلام كان يقومون بثورات وكان يدعون الإمامة لأنفسهم يصورون خلص نحن ابن الصبط الأكبر الإمامة لازم تكون فينا إما حسدا منهم أو جهلا منهم فيقول لا تسوي مثل ما سوي ابن عمك مع عمك مع الإمام الصادق وجرج استحضروا ودوا قالوا لبايع هذا محمد ابن عبد الله ابن الحسن جروا عليه شفر شفر عن سكين جروا عليه رادوا يقتلون الإمام هكذا بعضهم كان لاحظت يصنع قال انت لا تكلفني مثل ما الجماعة كلفوا أبا عبد الله فيخرج مني ما لا أريد لا تكلفني اللي أتكلم بكلمات خاف الصدك كما خرج من أبي عبد الله عليه السلام ما لم يكن يريد فقال له الحسين هذا مقدار مؤدب كان مو مثل ذاك السيء اللسان وسيأتيك واحد آخر فقال له الحسين إنما عرضت عليك أمرا فإن أردته دخلت فيه يعجبك تجي ويانا نحن نريد نقوم ضد السلطان وإن كرهته لم أحملك عليهم بالقوة والله المستعان ثم ودعه فقال له أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام حين ودعه يب نعم إنك مقتول شنو قال له يب نعم إنك مقتول فأجد الضراب قوة قوة فإن القوم فساق يظهرون إيمانا ويسترون شركا يعني أنت في الواقع مع المشركين لا تتحارم وإنا لله وإنا إليه راجعون أحتسبكم عند الله من عصبة ثم خرج الحسين وكان من أمره ما كان قتلوا كلهم كما قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه لاحظت هذا ولكن لاحظت الإمام صلوات الله عليه ما أغلظ لهم في الكلام وما تكلم بكلام يتبين أنه جرحهم في ذلك وعن عبد الله بن إبراهيم الجعفري قال كتب يحيى بن عبد الله بن الحسن هذا أيضا من أحفاد الإمام الحسن هذا غير ذاك ذول أبناء عمام يذولاك كتب إلى موسى بن جعفر عليه السلام أما بعد فإني أوصي نفسي بتقوى الله وبها أوصيك يعني بالتقوى أوصيك فإنها وصية الله في الأولين من هذا يكتب هذا السيد الحسني يكتب علما للإمام موسى بن جعفر فإنها وصية الله في الأولين ووصيته في الآخرين خبرني من ورد علي من أعوان الله على دينه من أعوان الله على دينه خبرني ونشر طاعته ونشر طاعته خبرني بماذا بما كان من تحننك مع خذلانك خبرني من أعوان الله جماعة من أعوان الله خبروني مطلبين مطلب الأول أنت متحنن علي تشفق علي من القاتل مطلب الثاني إذا تشفق علي ليش ما تجيني ليش ما تطلع وياي إذا تخاف علي أطلع تعال صل من أنصاري وخذ لانك ليش تخذلني إذن لاحظت فالتصور هذا السيد الحسني أنه إذا الإمام أشفق عليه وتحنن عليه لازم يطلع في نصر تلا أشفق علي سيد طيب كذا ليش يطلع يقتل نفسه الإمام على هذا متأذي ملازم يطلع وياك تدخر أما خروجك على باطل وليش تطلع عندك عندك إمام هو يسوي نفسه إمام سوي نفسه إمام على إمامه لاحظت وقد شاورت في الدعوة للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله اجمعت اجمعت قرائبنا من آل محمد صلى الله عليه شاورتهم والرضا منهم والرضا يعني مو الإمام الرضا يعني المرضي منهم وقد احتجبتها أما أنت ما أجيت للمشورة ليش ليش احتجبت عن المشورة واحتجبها أبوك من قبل والدك والدك أيضا احتجب عن لاحظت أخوه هذا أخو اللي طلع وهذا من هو كان عبد الله بن الحسن يحيو بن عبد الله ذاك محمد بن عبد الله بن الحسن واحتجبها أبوك من قبل وقد إيمن ادعيتم ما ليس لكم وبصدتم آمالكم بصدتم آمالكم إلى ما لم يعطكم الله الله فالشيء ما منطيكم إياه ليش تبسطون آمالكم إلى فاستهويتم أخذكم الهوى هوى النفس وأضللتم وأنا محذرك ما أحذرك الله من نفسه ويحذركم الله نفسه أنا أحذرك من الله عز وجل يربالك هذا الكتاب شال دز إلمن الإمام موسى بن جعفر الإمام وصل هذا الكتاب فماذا يكتب له جاهل أقل ما يقال في حقه جاهل فكتب إليه أبو الحسن موسى عليه السلام من موسى بن عبد الله جعفر وعلي يعني كتب باسمه وباسم أخيه علي بن جعفر زين أو كتب اسم أبيه ثم النسب الأعلى داي ذكر احنا أبناء علي مشتركين في التذلل لله وطاعته هذا الكتاب إلمن إذن إذن إحنا مو متمردين على الله إحنا متذللين لله وطائعين يعني أنت شنو أنت المتمرد إلى يحيى بن عبد الله بن حسن أما بعد فإني أحذرك الله ونفسي إذا أنت تحذرني الله أنا أحذرك الله ونفسي لأن أنا بعد الله أنا الإمام بعد الله وأعلمك أليم عذابه وشديد عقابه إذا أنت متعرف الموازين أنا أذكرك بها وتكامل ناقماته وأوصيك ونفسي بتقوى الله فإنها زين الكلام وتثبيت النعم أتاني كتابك تذكر فيه أني مدع وأبي من قبل وما سمعت ذلك مني وستكتب شهادتهم ويسألون ولم يدعي حرص الدنيا ومطالبها لأهلها مطلبا لآخرتهم آبائه إحنا ما نطلب الدنيا للدنيا إحنا طالبين الآخرة إحنا ناس ما الآخرة ما طالبين الدنيا حتى يفسد عليهم مطلب آخرتهم في دنياهم وذكرت أني ثبطت الناس عنك يعني ما دفعت الناس طلعون وياك لرغبتي فيما في يديك تقول يعني أنا راغب لهذه الزعام اللي بديك هي زعامتك عفطت عنزمة تسوى زعامتك شنية حتى أنا أرغب فيها وما منعني من مدخلك الذي أنت فيه لو كنت راغبا ما منعني ضعف عن سنة ولا قلة بصيرة بحجة لا عندي ضعف ولا قلة بصيرة إذا أريد أقوم بالآمر إذا أريد أقوم بالآمر أحسن منك أقوم بالآمر أنا ولكن الله تبارك وتعالى خلق الناس أمشاجا وغرائب وغرائز ثم الإمام صلوات الله عليه يريد يجز رسالة إلى من هذه رسالة إلى من إلى يحيا وشكل وهذا الوسيط الذي جاء بالرسالة يريد يأخذ رسالة الإمام يرجعها فهوين أول يود الرسالة للسلطة الرسالة أول وين يوديها للسلطة تراقبها شو شنو كاتب بعديا يودوها إلى يحيا فالإمام حيث أنه يعلم أن الرسالة ستقع في هذه السلطة فكتب به فيها ما يوافق التقيه بعد أن حذره كتب فيها شنو ما يوافق التقيه فأخبرني عن حرفين أسألك عنهما ما العترف في بدنك وما الصهلج في الإنسان تعرف ذن الثنيا ثم أكتب إلي بخبر بخبر ذلك وأنا متقدم إليك إذا أعرف الذن الثنيا أنا أجي أبايعك ثم قال أحذرك أحذرك معصية الخليفة مننا شنو مننا تبدأ التقيه وأحثك على بره وطاعته وأن تطلب لنفسك أمانا قبل أن تأخذك الأظفار ويلزمك الخناق من كل مكان يخنقوك فتروح إلى النفس يعني اتدور على النفس تروح عن نفسك إنسان يخطين يريد يحصل نفس من كل مكان ولا تجده حتى يمن الله عليك بمنه وفضله ورقة الخليفة أبقاه الله فيؤمنك ويرحمك ويعفظ ذيك أرحم رسول الله صلى الله عليه وآله والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال الجعفري فبلغني أن كتاب موسى بن جعفار وقع في يدي هارون الإمام يدري بيه يدري ذول الكتاب أول يودوه للخليفة البريد هذا شغلة يتجسس على الناس فلما قرأه قال هارون الناس يحملوني على موسى بن جعفر يحركوني ضده وهو بريء مما يرمى به لاحظت شفت آثار التقية شلون تلوح من الخبر زين هذا ما يرتبط بهذا الباب نروح على الباب الذي يلي هذا الباب طبعا احنا كثيرا بعد ما فصلنا الأمور مسألة فخ ومسألة يحيى والمسائل الأخرى بعد ذني أكو قصصهم في التاريخ موجودة لاحظوها قصصهم مؤلمة يعني مكنوا السلطانة على أنفسهم يطلع هو سبعين واحد الذي يسوي انقلاب على الدولة عرضها من وراء بلاد الناهر من روسيا من روسيا والقفقاز إلى أفريقيا وإلى أبعد الملدان وكل الدول العربية دولة طولها كبرها عرضها سبعين واحد تريد انقلاب على الخليفة معقل هذا دول وجيش ويفتحون وروحة وجوية وإمكانيات فجماعهم قتلوهم شر مقتل الباب الذي يلي هذا الباب باب كراهية التوقيت لاحظت هذا المعنى مكروه الإنسان يقول إفلان سنة يحصل الفرج ما ندري ما ندري لأنه حصل التوقيتات وفي تلك التوقيتات حصل البداء حصل التوقيتات وفي تلك التوقيتات حصل البداء فما ندري نحن الأمور مو بدينة الأمور تتبع الحكمة الإلهية الحديث الأول اللي هو صحيح السند عن أبي حمزة الثمالي طبعا سند ينبيه ومو سند واحد فالسند به سهل السند الثاني ما به سهل محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن الحسن بن محبوب أنا أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يا ثابت ثابت من هو ثابت بن دينار اسم أبو حمزة إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين أن يرجع الحكومة إلنا في السبعين فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومئة من السبعين زودهم سبعين سنة فحدثناكم أن الفرج رح يصير في سنة مية واربعين إلا إما عليهم الصلاة والسلام حدثوا بها باعتبار سقوط الدولة الأموية إذا سقطت للدولة الأموية رح يصير فرج وكان في التقدير الأولي لا في التقدير الحتمي في التقدير وشرحنا هذه الأمور في باب البداء في التقدير الأولي لا التقدير الحتمي لله تبارك وتعالى أن يجعل الفرج للشيعة وللأمة بأن يكون الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم الذين يحكمون فأذعتم الحديث طشيت الخبر فكشفتم قناع الساتر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال أبو حمزة بعد الإمام الباقر صلوات الله عليه وصلت بخدمة الإمام الصادق فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال قد كان كذلك نعم صحيح هذا حديث أبي هذا والآمر كما ذكير الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن كسير قال كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذ دخل عليه مهزم فقال له جعلت فداك أو مهزم جعلت فداك أخبرني عن هذا الآمر الذي ننتظر متى هو مولاي تقولون انتظار الفرج انتظار الفرج طقين مولاي شو وقت يصير انتظار الفرج متى هو فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون الوقاتون كذبوا وانتو شلون ها وهلك المستعجلون ونجا المسلمون اللي يسلم أمر إنه يكون من الناجين من كان من مات منكم منتظرا لهذا الأمر كمن كان في فسطاط المهدي صلوات الله وسلامه عليه عن أبي بصير رقم ثلاثة صحيح السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القائم عليه السلام فقال اش وكيت مولاي يا سنة تقدر تقول يا سنة مولانا فقال كذب الوقاتون إنا أهل بيت لا نوقيت الله ما يسمح إنه ما يرضى ما يقبل تركها المسائل خلاها زين حديث رقم خمسة عن الفضيل عن الفضل ابن يسار أو الفضيل ابن يسار شنعتكم التوب نسختكم فضيل صحيح الفضل طاهرا خطأ هنا عندنا الفضل عن أبي جعفر عليه السلام قال قال قلت لهذا الأمر وقت سألت الإمام هذا الأمر إلى وقيت تقدرون تحددون يا مولانا شوك تطير الفرج شوك تتحكمون تخلصون من هال أزمة ومن هالمشاكيل فقال كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون إن موسى موسى بن عمران الكليم إن موسى عليه السلام لما خرج وافدا إلى ربه وعدهم ووعدنا موسى ثلاثين وعدهم ثلاثين يوما فلما زاده الله على الثلاثين عشرة قال قومه قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا سووا يا مشكلة مشكلة العجيل السامري فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثنا به حدثناكم به فقولوا صدق الله وإذا حدثناكم الحديث وحصل البداء فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله أيضا تؤجروا مرتين مرة على تصديقنا ومرة على التصديق الثاني اللي إذا ما صار فقولوا همي خالث هم نقبل ليش لأنه يجري البداء فصدقتم بحديثنا وصدقتم بالبداء مرتين يصيبكم الآن جر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين زين لاحظت هذا المعنى قال قال أبو الحسن عليه السلام فالإمام تربى الشيعة تربى بالأمان منذ مئتي سنة شلون يتربون الشيعة بالأمان إن شاء الله يجينا الفرج إن شاء الله يجينا الفرج دائما يتأملون الفرج وقال يقطين لابنه علي علي بن يقطين ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكون بعض الإخبار اللي قالوا النبيها صارت بعض الأخبار قالوا لكم ما صارت هذه فقال له علي ابنه إن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحد إمام واحد هو وسلسلة واحدة من الأمة غير أن أمركم حضر فأعطيتم محضه صار وقته والله أنجز فكان كما قيل لكم وإن أمرنا أمرنا لم يحضر ما أنجز ما صار وقته فعللنا بالأمان عللناه بالشنو بالأمان يقلنا إن شاء الله يصير إن شاء الله يصير فلو قيل لنا أن هذا الآمر لا يكن إلا إلى مئتي سنة أو ثلاثمئة سنة لقست القلوب شنو كان يصير القلوب تقسو ولرجع عامة الناس عن الإسلام كل الناس يرجعون ولكن قالوا إن شاء الله سيكون من دون تعيين سنة الجيل يجي ينتظر يقولون الأبناء هم سيكون يقولون الأبناء هم سيكون وسيكون يوما الوعدة الإلهية ستكون لكن مو من المصلحة شنو أن تؤخر وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج لأنه إذا يكون سنة ثلاثمئة الناس شي صيبهم قسوة في القلوب أما إذا قلنا لهم سلموا سلموا لعل الله عز وجل شي سوي ها لعل الله عز وجل يقرب ذلك شوف في سورة الحديد انظر إلى الجزء 28 آخر آخر جزء بلي بلي شوف خمسمية بلي آخر جزء 27 يصير أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ سُطَّعَشْ من سورة الحديد أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا يعني ما صار وقتا ما إجا وقتا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ها تحذير إلنه الذين آمنوا بها منها الأمة لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قابل شنو صار فطال عليهم الأمد لما طال عليهم الأمد القرآن شي يقول فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لما يطول الأمد شي صير تقس القلوب فالإمام صلى الله عليه يشير إلى هذه الآية وقت اللي يقول من ريد عين لأنه تقس القلوب زيا الحديث رقم سبعة هذا مضمون قد مضى عندنا وقت تهى يلا يأتي باب التمحيص والامتحان وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر